نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في واشنطن نسامة بورشيد مرحبا بك مجددا أستاذ سامة أتمنى أن يكون الصوت الآن أوضح وتستطيع أن تسمعني كنا نتحدث عن كيف أن الإدارة الأمريكية تمهت بشكل واضح جدا مع الموقف الإسرائيلي فيما تعلاق بالعدوان على قطاع غزة وكنت أسألك عن موضوع الموقف الشارع الأمريكي هل يؤيد ذلك الدعم أم هناك موقف منفصل أو بعيد شيء أما عن الخط الرسمي الأمريكي الرأي العام الأمريكي منقسم فيما يتعلق بهذه المسألة حسب الزاوية التي يسأل منها الأمريكيون إذا سئلوا هل نقدم مزيد من المساعدات العسكري لإسرائيل قد يقولوا نعم هل نقدم مزيد من المساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة نعم هل الأفضل الدبلوباسية نعم هل الأفضل أن يكون هناك حل عسكري نعم الزاوية التي يتم التركيز عليها هي التي تحكم سياق الإجابة ولذلك لا يمكن الحديث عن وجود أغلبية كبيرة جدا لكن هناك أغلبية مؤيدة أكثر لإسرائيل ومؤيدة أكثر للرواية الإسرائيلية والسبب في ذلك هو الإعلام الأمريكي الإعلام الأمريكي يلعب دور المحرض لا يلعب دور الدور الإعلام التقليدي أو الدور الذي يقدم الحقائق إنما يلعب دور تحريض مباشر وعمليا هو يعيد صياغة الحقائق إن لم يكن يقدم أكاذيب يعني قبل قليل مثلا كنت أتابع بعض الإعلام الأمريكي الذي يتحدث عن الإفراج عن رهينتين أمريكيتين بدل أن يكون الحديث عن الخبر كان التركيز أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الجماعة أو هذه الحركة الإرهابية التي قتلت 1400 إسرائيل فجأة أصبح عندها إنسانية لا يريد حتى أن يغطوا الجانب حتى جانب إنساني أو في تقدم في الأخبار لم يغي أن يعيدوها إلى أن هناك شيطان يغي أن يحارب لا يحد يتحدث عن معاناة قطاع غزة الكل يتحدث عن كيف تستخدم فصائل المقاومة أهل قطاع غزة كرهائن بالنسبة للرأي العام الأمريكي الذي بالمناسبة في غالبه الأعم في غالبه الأعم ليس صاحب رؤية عميقة فيما يتعلق بالمسائل الدولية لأنه أغلب يتابع أخباره المحلية فعندما يرى هذا التصوير هذا التصوير أو الشيطان لتيار ويصور أنه حتى قطاع غزة الذي لا ترى فيه المآسي الإنسانية هنا في أغلب الإعلام الأمريكي يصور أن هؤلاء أصلاً الفلسطينيون هم رهائن لدى هذه الحركات وأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية والإنسانية التي تم الاعتداء عليها تخيل أنه قصة الأطفال الذين قطعت رؤوسهم كذبت واستبت أنها قصة كاذبة إلى الآن يتردد صداها إلى الآن يقدمها الإعلام الأمريكي الذي يسمى المينستريم الإعلام السائد فعندما تضع كل هذه الأمور وهذه المعطيات في إطار واحد لا شك أنه سيكون لدينا هنا أغلبية ويفسر وجود أغلبية لكن ليس بالضرورة أغلبية ساحقة التي ترى أن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن الولايات المتحدة ينبغى أن تقدم لها مزيد من السلاح لكن لو سألتهم السلاح أن نقدم مزيد من السلاح أم يكون دبلوماسية سيقول لك الأفضل أن يكون دبلوماسية لأنه يخشى أيضا أن يكون هناك حرب إقليمية تتورط فيها الولايات المتحدة وطبعا كما قلت قبل قليل كل ذلك ما رده إلى وسائل الإعلام والمنحة التي تنحى تلك الوسائل أشرت إلى موضوع الأطفال وحرقهم وقطع رؤوسهم والذي تبين فيما بعد أنه كان محد افتراعات واختلاق هناك موضوع أيضا المستشفى الأهلي أو المعمداني طبعا يستغرب كيف أن الرئيس الأمريكي فور وصوله إلى تل أبيب حتى قبل أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي ويتبحث معه وحتى أن يستعرض المعلومات التي قد تؤكد أو تنفي ذلك توجه مباشرة للمؤتمر الصحفي وقال نحن نصدق الرواية الإسرائيلية كيف تتعاطى الأوساط الأمريكية سواء سياسية أو حتى شعبية أو صحفية مع هذا التماهي غير المنطقي والذي حتى يمكن أن يدخل في إطار أنه في غير مصلحة الولايات المتحدة هذا التماهي الأمريكي مع الرواية الإسرائيلية كيفما كانت حتى وإن كانت غير منطقية وغير مقبولة وغير مقنعة ونحن هنا نتحدث أيضا عن وسائل إعلام بريطانيا القناة الرابعة أيضا عرضت تقريرا خلال الساعات الماضية أكدت فيه بأن القصف كان فعليا يعني بنسبة كبيرة جدا أكثر من 90% قصف إسرائيل وليس كما ذهبت إسرائيل قصف للجال الإسلامي أو لحماس يعني أنا أستطيع أن أتكلم عن الإعلام الأمريكي يعني أنا لم أرى الإعلام الأمريكي بهذه الدرجة من انحطاط المعايير الإنسانية والمهنية إلا مرتين في الماضي فيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وخلال غزو العراق بعد غزو العراق خرج بعض الإعلام الأمريكي بما فيه من نيويورك تاينز بعد السنوات وكان هناك يعني على الصفحة الأولى اعتذار عن سقوط معاييرهم المهنية في خلال غزو العراق واعتذروا وقالوا أننا كنا جزء من دعاية طبعا فسروها أنه تم خداعهم من قبل إدارة جورج بوش لكنهم اعترفوا بذلك اليوم لا تجد هذا حتى الاعتراف يعني لا تجد حتى هذه الجرأة أن يتكلموا عن بعد أن ثبت كذب قصة الأربعين طفل الذين قطعت رؤوسهم لا زال الإعلام يكرر ذات القصة لا زالوا يعيدونها باتجاهات مختلفة لا زالوا يتحدثوا عن اقتصاب النساء وغيره للأسف أنه يعني نحن ننظر إلى الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي تحديدا نضعه في مرتبة عالية وإذا سألتني من حيث القدرات يعني عندما تقرأ للإعلام الأمريكي متحررا من تحيزاته تجد القدرات الموجودة سواء في التقارير الاستقصائية أو في كيف يغطون الأخبار القدرات القدرة على التحليل من زوايا مختلفة يعني على كل المستوى لكن حينما تحكموا الأجندات السياسية تحول إلى شيء آخر تمام عندما تحكموا الأجندات السياسية يتحول إلى إعلام دولة وهذه هي القضية الأساسية اليوم نحن نجد بما أن الدولة مع الحرب في قطاع غزة مع العدوان في قطاع غزة فتجد أن هذا الإعلام يقدم هذه الصورة ويحاول أنه يعني هي عملية غسيل دماغ للمواطنين الأمريكيين يعني كنت قبل أن أخرج إلى هذه المقابلة كنت تابع السيانان كانوا يقابلوا جون كيربي وكان هناك أصوات يعني عالية في يعني ناس تردد شعارات فيسألوا هل هؤلاء هل هؤلاء الذين يصرخون يصرخون من أجل قضية ما يجري في إسرائيل هو يعلم أنهم مؤيدون للقضية الفلسطينية ويريد أن يقول كلام سلبي لكن كيربي قال لا أفهم ما يقولونه بالضبط لأنه جاك تابر يعني صهيوني وأحد المتبنين للإسلام وفوبية بشكل كبير فأنت عندما تنظر أن هذا يسمى الإعلام المينستريم في أمريكا فهذه القضية كلها تساهم طبعا حتى في زيادة منسوب العنف والتحريض على المسلمين في أمريكا والفلسطينيين وكل من يؤيد حقوقهم في أمريكا ويعني كما قبل أيام رأينا قتل طفل بـ 26 طعنة طفل عمره 6 سنوات لأنه أصله فلسطيني فهذه كلها الآن للأسف هي الدور الذي يمارسه الإعلام الإعلام الأمريكي في مجمله اليوم هو متماهل مع إسرائيل بل متقدم عليها في ضرب أو دق طبول الحرب وللأسف وهذا ما نجده من هذه الإدارة لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية يحظر رئيس أمريكي مجلس حرب مجلس الحرب الوزاري الإسرائيلي يعني لا حصلت في الثمانية واربعين ولا حصلت في السبعة وستين ولا حصلت في الثلاث وسبعين ولا حصلت في الواحد وثمانين تحصل الآن يذهب رئيس إلى مجلس حرب ويتحدث حتى المقاربة التي اعتمدها في الأمس أن يقارن ما بين أن يجمع روسيا وحماس ويجمع إسرائيل وأوكرانيا يعني لا هي منطقيا تركب يعني بالعكس الشعب الفلسطيني هو الذي الأصل يكون كالشعب الأوكراني يدافع عن نفسه لكن هذا الشعب الأوكراني من حقه أن يكون عنده كل أنواع السلاح لكي يهزم ديكتاتور اسمه بوتين لكن الشعب الفلسطيني ليس له حتى حق الكرامة الإنسانية أنسى أنه يعطوه سلاح حتى أنه يعطوه غاثة أموال المعونات الإنسانية يعطي 100 مليون دولار من مخصصات موجودة أصلا يعني هي مخصصة من قبل 100 مليون دولار أما إسرائيل فتعطيها 14 مليار دولار من الأسلحة فوق الثلاثة فاصل الثمانية مليار التي تعطيها وهذا العام أنت عطيت قبلها مليار ومئتين مليون يعني خلال هذه المعركة قبل ذلك فأنت عمليا تقدم القتل والموت على حساب الحياة للفلسطينيين وبعد ذلك يقول أنه يريد معايير مشتركة من الأمن والسلامة والحرية والكرامة للطرفين يعني هل بقي شيء للطرف الآخر مليون مهجر اليوم داخل قطاع غزة مليون مهجر يدفعون بهم دفعا باتجاه مصر حتى يطهروا قطاع غزة عرقيا بشكل كامل بعد ذلك